هو موسيماني لسه ينفع التشكيك فيه يعني مع كل النجاحات العظيمة اللي عملها موسيماني مع النادي الاهلي لسه في حد ممكن يقول عليه مدرب كويس او مش كويس اصلا بس هو زي ما شفنا في التقرير هو موسيماني مدرب محير بس لما نيجي على مستوى النتائج لا هو حق نتائج جيدة جدا نجح في الفوز بالبطولات اتنين برونزيك كاس عالم اتنين دوري ابطال اتنين سوبر لا نتائج تاريخية بس هو حالة التشكيك دي جاية من فكرة ان المدير الفني بيقدم يعني زي ما احنا بنشوف مثلا بتلاعب فارقه فبتكسب برقم كبير جدا بتيجي للمريخ بتكسب المباراة في اللحظات الاخيرة مع اداء سيء بتكسب بدورة افريقيا ترجع تخسر الدوري بتروح بقى كاس العامل لاندية وانت متوقع تعمل نتائج سلبية بترجع معاك البرونزية فهو زي ما اقول لك هو بتكسر بعدها من صندوين مدير فني محير يكمل او ما يكملش لا هو يكمل يكمل واستحق التقديد الحالة الجدل اللي موجودة حوالي دي تسأل عنها قدارة النادي الاهلي اللي ما حسمتش الملف يعني لما تيجي تسأل داخل النادي الاهلي مسماني مكمل او مش مكمل بتلاقي اكتر من رأي رأي بيقولك هو مكمل لحد نهاية عقل رأي تاني بيقولك لازم يجدد رأي تالت بيقولك ان احنا مستنيين نتفق على الشروط لما تشوف مسماني وتصرحاته في الاعلام نا بيقولك انا متفق على كل حاجة انا عايز اكمل انا عايز استمر مع النادي الاهلي انا عايز اقدم مشروع مع النادي الاهلي فقدرت الاهلي تطلع تقول مسماني مكمل لنهاية عقده اللي هو في نهاية الموسم وبعد كده هنقعد معنا تفاوض معاه انا تفاوضنا معاه وفشلنا في المفاوضات فبالتالي الموسم الجديد هيكون في مدير فني جديد او خلاص هو يجدد السنتين اللي اتفقوا عليهم ويعلنوا عن التجديد رسميا لازم الملف يتقفل باسرع شكل ممكن عشان تحفز على المدير الفني وتحفز على سيطرته لقودة اللبس بعد المشاكل اللي بدنا نشوفها في المباراة الاخيرة بسبب برضو حالة الجدل والكيل والقال بالنسبة للمدير الفني طيب